السلام عليكم لتعلم الخطوات المتبعة لتشغيل جزء ميكانيكي على راكنة الـ CNC يجب أول شيء تصميم الجزء المراد عمله هذه أولاً ثانياً نحدد نوع العدد نوع العدد وشقد عددها يعني هذه مثلاً إذا عندي قالب تحتاج أكثر من عدة إذا عندي عينة شد احتمال تحتاج عدة واحدة حسب نوع المعدن وحسب التصميم الشغلة اللي إحنا غير نشتغل عليها بإعداد مسلك تكنولوجي أقصد بالمسلك التكنولوجي تبدي القطعة من هي خام إلى أن يكمل شكل المنتوج النهائي ثالثاً تصفير عدة العمل إحنا العدة لازم نصفرها قبل ما نبدي نصفر القطعة مالتنا بعدها إعداد برنامج ابتداء من صفر الماكنة إلى صفر القطعة ومن ثم تشغيل الماكنة والبدء بالتنفيذ زين هدنا نريد نشغل الماكنة أول شيء لازم تزود الماكنة بتيار كهربائي من مصدر رئيسي ومن ثم رح نضغط على مفتاح التشغيل وبعدها رح نبدي نستدعي البرنامج المخزوم بالماكنة إحنا في فيديوها السابقة ذكرنا هالشي هذا شون نستدعي البرنامج نروح على البرنامج بعدها نعال سيرج ونبدي نطلع البرامج الموجودة ونستخرج هذا البرنامج ونبدي نشغل عليه نبدي نقلل السرعة لأن هاي أول قطعة دا نشتغل عليها لازم نبدي بتقليل السرعة بعدها نشغل البرنامج ستيب باي ستيب يعني خطوة خطوة لأنها كونها أول قطعة بعدها نبدي نتأكد من شغل مالتنا ونبدي نشتغل بشكل مستمر وشكرا